عمل باكين للنورمل ربما تقصد هذا عمل باكين للنورمل نعم اظن اني عندي فيديو لكنه في بلندر اتنين سبعة تسعة عمل باكين للنورمل في الغلب يأتي بعد العملية بحيث انك تعمل النموذج وتعمل عليه لان يحتاج الى الكثير والكثير من النقاط النحت بعد ان تعمل اه قبل ان تعمل النحت انت تعمل النموذج الاساسي الشكل الاساسي مثلا هذه العجلة ثم اريد ان اعمل عليها النحت بعد ذلك اه انسخ هذه العجلة اتي الى هنا انسخها ثم بعد ذلك اضغط ام وانقلها مثلا الى نيو كوليكشن وسميها اه هاي بولي اتش بي هاي بولي نعم اضفق الان كل شيء في معادة هذه عن طريق الضغط على كنترول وهذه العين ثم اتي واعملها ريمش تذكرون اه فيديو الريمش الذي عملته في الايام الفارطة سيكون جيد اه لانك اذا ضغط الان يعني ينبغي ان تعمل لا لن اعمل ريمش ما سافعل هو اني ساجعلها يعني متوازية وكلها مربعات عن طريق هذا يكون جيد ثم ساحاول ان اجعلها مربعات قدر الامكان كنترول ار كنترول ار نعم اظن ان هذا كنترول زي كنترول ار اظن ان هذا جيد وهي مربعات قدر الامكان يعني ان هذه ليست مربعات لكن لا بس نعم ثم بعد ذلك اضغط كنترول مثلا او ما شابه او ربما اعمل بطريقة الشيء الاخر ماذا يدعى ذلك الشيء اه مولتي او ربما اعمل فقط بطريقة الشيء الضينوتوبو الضينوتوبو اظن افضل لذلك ساتي الى سكالبتين الآن ثم اتي الى الضينوتوبو وافعلها يقول لي سالعب باليوفي افعل ما شئت لان اليوفي محتفظ بهذه الشيء الاخر ثم بعد ذلك اه اه نعم الضينوتوبو يعمل بي عن طريق زيادة الطوبولوجي في المكان الذي تلمسه لذلك لن اهتم ساضغط الان اف واصغرها واتي الى اي شيء مثلا يعمل كريسيز مثل هذه هذه اه هي تطلع الى الاعلى اذا ضغطت كنترول فهي تنزل الى الاسفل اه اظن ان احتاج الى تصغير هذه من اثناش الى اثنين مثلا نعم اه هي لا تعمل بطريقة ما شفت اف لا هذه ما هي جراش شارب كنترول ازال اظن انها تقرب النقاط الى بعضها ولا تزيد النقاط لذلك اظن انها نحتاج الى شيء يزيد النقاط مثلا هذه نعم وتلاحظ انها يزيد النقاط في الاماكن المطلوبة اتي الى هنا ربما احتاج الى تغيير الشيب هنا في اه الشيء المدعو ستروك هنا ستروك واذهب الى كيرف فالوف كيرف هو مفعل او كيرسر ايه كيرف سبحان الله ستروك تكستر ادفانس لا سيمتري لا هذا الفالوف ينبغي ان يكون فيه كيرف لكنها غير موجود فالوف على كل حال انا احتاج هذا الشارب امتهى الامر لا احتاج الى كيرف ولا الى اي شيء اضغط ربما اف اكبرها بعد الشيء الان وابدأ واذرب هنا احاول ان لا احاول ان لا افسد الشكل الاساسي وان لا ابتعد عنه كثيرا هذا خاص بالتفاصيل فقط فقط بالتفاصيل انا اعمل بالفقر الان وينبغي ان يكون العمل بالشيء الاخر بالتابلت افضل بمليون مرة وانا الان هناك كثير من ادوات في سكالبتين لكني لم لا اعمل بها صراحة لذلك البعض افضل مني في هذا المبدأ هو فقط النورمل وليس شيء اخر نريد اعمل بايك للنورمل فقط نعم ينبغي ان امر عليها الان واجعلها حادة هنا في الحواف اظن انه باستخدام هذا تأتي الى هنا في الحواف وتجعلها اوه كنترول زد تجعلها حادة عن طريق الكنترول هنا كنترول زي اظن انك تحتاج الى عمل شيفت اف ثم تصغير الشيء الى هذه الدرجة ثم تضغط كنترول لعكس التأثير وتمر عليها بعض المرات حتى تجعلها حادة وتكون متقنة نعم اذا اردت ان تعمل عمل متقن لكني لا افعلها لان هذا سيطيل وقت الفيديو كما انها ليس ليس موضوع الفيديو نعم ثم بعد ذلك بعد ان عملت هذه التفاصيل عن طريق تضغط W تأتي الى Layout اولا وتضغط W smooth shading وهذا لا بد منه ان تضغط smooth shading فتأتي كل هذه التفاصيل التي تريد ان تنقلها الى الاخر الذي هو high poly لانك اذا ضغطت tab ودخلت في هذا a statistic هنا فهي 75000 vertices اما في low poly لأتيت الى low poly فهو مجرد 960 شيء لذلك الان بامكانك ان تأتي الى shading وتستحدث واحد جديد تكستر جديدة حتى تعمل normal shift a texture image texture بكل تأكيد تأتي بها الى هنا تضغط new 2024 جيدة لا احتاج الى 2048 صراحة نعم ينبغي ان تكون يعني texture دائما اكثر من 2024 حتى تكون دقيقة كفاية لكني ساتركها 2024 للسرعة من 30 bit لا تحتاج الالفا ثم ok تسميها normal nrm مثلا نعم ثم الان تأتي الى cycles وهذا مهم جدا يجب ان تكون في cycles ربما تحتاج الى فتح هذا والضغط على shift f10 حتى يأتي ال image editor هنا ثم تستخرج هذه الصورة التي اسمها nrm الى هنا ويجب ان تكون هذه محددة تأتي الى cycles cpu اذا كان عندك جي بيو جيدة فالافضل ان تعمل بجي بيو هو اسرع 128 sample اظن انها كثيرة جدا اذا اجعلها 30 ثم الان او 32 متل ال viewport ثم الان تأتي الى هنا وتختار selective to active اولا selection to active هذا ثم تأتي الى هنا تختار normal normal selected to active ثم output تأتي الى texture image texture بكل تأكيد وهذا margin الشيء الذي يتركه في جوانب لا نهتم له نعم كل شيء جيد تعلمون ان هذا عبارة عن material لذلك احتاج الى توحيد material نعم لذلك سأتي الى هنا سادمر العمل الذي قمت به قبل ربع ساعة او ما شابه سأتي الى هنا واحدث هذا واحدث هذا استظهر material جديد ربما اجعلها قاتم حتى تظهر ثم شفت اي واتي من nrm اه فين هي اين هي image texture اين ال image texture والله الانسان مشوش كلها ثم تأتي الى هنا تأتي بال nrm لماذا اردت material موحد حتى استخدم image texture واحدة ولا استخدم اثنين لانك تستخدم واحدة هنا ثم تعمل bake للثانية كل هذا يستهلك الوقت لذلك احتاج الى الى هذه اتأكد من انها محددة اتي الى هنا cycles selective to active normal ثم الآن ما علينا الا استظهار هذا اضغط alt a لازل التحديد ثم استظهار هذا ثم احدد هذا هو اول محدد shift ثم احدد هذا الثاني ctrl z ctrl اذا اردت تحديد multiple selection هنا في outliner ف control لان الشرط يحدد ما بينهما مثل windows ثم بعد ذلك تضغط bake اظن انك من الافضل ان تلعب في الشيء الاخر هذا اظن انت الياس لا ليس انت الياس نعم هذا كيج او ما شابه اظن ان سارفع الشيء الى اه سفر فاصل واحد مثلا واعمل bake ثم ارى ان كان جيد ريدستانس لا اظن ان هذه هي التي يجب ان ترتفع ريدستانس سفر فاصل واحد ثم اعمل bake واعود الآن يجب ان تكون هذه محددة ثم bake ارجو ان يسرع الامر وهو سريع جيد الحمد لله ولكنه لم يطلع هناك شيء ما كيج لا الكيج ليس هو نعمل تانجنت اوبجيكت سيلكشن اكتيب حددنا هذا كل شيء جيد تاركت ايمج تكشتر وليس نعمل ثم تضغط bake لا لا ليس قضية سايكرز لاننا في سايكرز تحدد هذا نرم ثم bake الآن normal سيلكتب اظن ان هذا هو الذي يبقى صفر او ما شابه لا ادري صراحة تأكد من ان هذه محددة ثم bake ولا يوجد اي bake وصراحة دائما ما تجد مشكلة في bake اذا كنت في بلندر لو عدت الى بلندر 292 اظن ان الامر سيكون جيد فأدري كنترول اس ثم اعود الى بلندر 292 ساعة اثنين ثم اتي بنفس المشروع نعم هنا كيو اند اي لا ادري اين مشروع صراحة اظن ان هذا نعم هو كل شيء محدد احدد هذا كل شيء محدد نعم ثم الآن اضغط bake الآن نعم لاحظون انه دائما هناك مشاكل في النسخ الاحدث من بلندر النسخ التي هي experimental دائما هناك مشاكل في البيكن هذا الشيء لاحظته من منذ ان اردت استخدام عن طريق بايكن في واحد من النسخ الاكسبرامنطل لم ينجح لماذا 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 ثم استشفت ان الامر نعم المهم ثم تأتي الى ثم normal map تأتي بهذا الى هنا ثم تأتي بهذا الى normal الآن لو امسكت هذه السايلندر هذه وحركتها الى هذا المكان ساخلع هذا الماتيريالين مثل ما ساعطيها نفس الماتيريال الى هنا وأعطيها نفس الماتيريال ثم اضغط copy هنا ثم احدث هذا اكس الآن هل تلاحظون الفرق هل هناك اي فرق اه كان ينبغي ان اعمل ذلك نعم هل تلاحظون اي فرق اي فرق او هذا فيها normal map تلاحظون ان normal map عملت bake لهذا الشيء لا ادري لماذا والله الامر يعني مذهل بسراحة لاني لم اعمل هذه في النحت لكن ظاهر انه الظاهر والله اعلم انه يعمل bake لكن لا normal map والله سراحة لم افهم سراحة لم افهم كيف طلعت هذه هنا الظاهر والله اعلم انه يعمل bake كذلك لتكستر موجودة هنا على normal map واذا كان هذا صحيح فالامر رائع جدا نعم امر رائع جدا سراحة اشتركوا في القناة